موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائنا طلبة الصف الرابع الإعدادي في درس جديد نقدم لكم فيه إجابات الاختبار الإلكتروني للأسبوع الرابع لمادة اللغة العربية وصلتك عزيزي الطالب الأسئلة التي كانت مخصصة للأسبوع الرابع وقد وصلتنا العديد من الإجابات من الطلبة وشاركوا مشاركة كانت تدعونا للفخر بمشاركاتكم وإجاباتكم الجميلة التي أرسلت إلينا شكرا لكم وشكرا لمدرسيكم وشكرنا الخاص لإدارات المدارس ولمديريات التربية ننتقل إلى الأجوبة التي وصلتنا وصلتنا العديد من الإجابات من الطلبة منها هذه الإجابة للطالبة التي هي من مدرسة الفجر الجديد للبنات هذه الطالبة الطالبة آمنة مثنى سعد كانت لها مشاركة في إجابات الأسئلة المخصصة للأسبوع الرابع الطالبة آمنة أجابت على الأسئلة وكانت إجاباتها موفقة نشكرك يا آمنة فيما يتعلق بعلامة بناء الأفعال التي وردت ضمن الأسئلة والإجابات إجاباتك كانت واضحة شكرا لك وعليك متابعة الدرس لترى الإجابات الصحيحة والدقيقة لهذه الأسئلة إجابة أخرى وصلتنا من الطالبة فاطمة الطالبة فاطمة أيضا فاطمة ثائر ماجد من مدرسة الفجر الجديد للبنات طالبة فاطمة أيضا كانت مساهمتها جيدة وإجاباتها دقيقة وصحيحة شكرا لك يا فاطمة على هذه المشاركة وعلى هذه الإجابات إجاباتك فيما يتعلق ببناء الفعل المبارع كانت إجابات صحيحة شكرا لك تابعي معنا بقية الإجابات للأسئلة الأخرى لدينا أيضا إجابة أخرى للطالبة سمارة مسلم سمارة مسلم أيضا من مدرسة الفجر الجديد سمارة أيضا شاركت في الإجابة على هذه الأسئلة وكانت إجاباتها أيضا موفقة إلا بعض الأخطاء على سبيل المثال هنا ورد فعل ماضن السؤال كان يتعلق ببناء الفعل المبارع تابعي معنا إجاباتنا لهذه الأسئلة وسترين إجاباتك هناك إجابات أخرى للكثير من الطلبة الذين شاركوا معنا في هذه الإجابات شكرا لكم وشكرا لمدارسكم ولأساتذتكم مساهماتكم هذه أسعادتنا جدا سؤاداء بها ونحاول قدر الإمكان أن نظهر إجابات الطلبة قدر المستطاع نعود إلى الأسئلة تابعوا معنا أعزاء الطلبة إلى الإجابات الصحيحة والدقيقة لهذه الأسئلة السؤال الأول ما علامت بناء الأفعال في النصوص التالية مع بيان السبب أنت تعلم أن الأفعال المضارعة تكون مبنية إذا اتصلت بنون النسوة وإذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة اتصالها بنون النسوة يعني أن هذا الفعل سيكون مبنيا على السكون واتصالها بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة يعني أن هذا الفعل سيكون مبنيا على الفتح لاحظوا معي الإجابات الأفعال المخصصة هي فقط الأفعال المضارعة وليست كل الأفعال كما ذكرت بعض الطالبات الأفعال المضارعة هي في النص الأول لاحظ معي الجملة الممرضات يسأفنا الجرحة يسأفنا الفأل المضارئ هو يسأفنا هذا الفأل اتصلت به نون النسوة إذن هذا الفأل سيكون مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة النص الثاني ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا الفأل المضارئ هو لتجدنهم لاحظ أزيز الطالب هذا الفأل وقع توفرت فيه شروط التوكيد واتصلت به نون التوكيد الثقيلة في هذه الحالة يكون الفأل مبنيا وحينما يكون مبنيا يكون مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الجملة الأخرى الوالدات يرضأن أولادهن حولين كاملين يرضأنه هو فأل مضارئ اتصل بنون النسوة في هذه الحالة هذا الفأل سيكون مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة النص الآخر لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين الفأل المضارئ نصدقن ولنكونن هذه الأفعال مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد لا يسجنن وليكونن من الصاغرين أيضا الأفعال هي لا يسجنن ولا يكونن أيضا هذين الفألين في هذه الحالة سيكون عن مبنيا على الفتح لاتصالهما بنون التوكيد هذه هي الإجابة الدقيقة بعض الأخطاء التي وردت في إجابات الطلبة أنهم ذكروا الفأل الماضي أشركوا الفأل الماضي هو صحيح من الأفعال المبنية مبني على الضم ولكن السؤال كان يتعلق بعلامة بناء الأفعال المضارعة في النصوص الواردة في السؤال السؤال الثاني ما حكم توكيد الفعل المضارع بنوني التوكيد ولماذا النص الأول بسم الله الرحمن الرحيم تلاهي لأكيدن أصنامكم والنص الثاني وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستأذ بالله لتفعلن الخير ما دمت قادرا ولا تخونن الأمانة هذه الأفعال أفعال مضارعة اتصلت هذه الأفعال أو أكدت بنون التوكيد السؤال هو ما حكم توكيد هذه الأفعال بنون التوكيد ولماذا أولا الفأل الأول توفرت فيه الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في الفأل ليكون توكيد هذا الفأل المضارع بنون واجبا وليس جائزا ما هي هذا الشروط أولا وقع في جواب قسم والقسم هو قسم ظاهر ثانيا اتصلت لا من التوكيد الواقع في جواب القسم اتصلت بالفعل مباشرة لا يوجد فاصل بين الاثنين اتصالا مباشرا إضافة إلى أنه الفعل مثبت ويدل على الاستقبال ننتقل إلى إجابات الطلبة لهذا السؤال إجابة الطالبة الأولى آمنة نلاحظ إجابتها لهذا السؤال أو لهذا الفرأ بالذات تقول الحكم هو جائز جاء في جواب القسم ودل على هذا وجوبا وجوبا لأنه وقع في جواب القسم جوابك صحيح لا أكيد أنه هو واجب لوقوعه في جواب القسم ولتوفر الشروط الأربعة هذه الطالبة آمنة ننتقل إلى جواب آخر من أجوبة طلبتنا السؤال الثاني هذا يؤد للسؤال الأول ننتقل إلى هذا السؤال الطالب مصطفى ضياء السوادي من الرصافة الأولى إعدادية صلاح الدين للبنين إجابات الطالب مصطفى تقول مصطفى يقول في هذا السؤال يقول واجب التوكيد لأنه مثبت ولأنه وقع في جواب القسم ووقع توفرت فيه شروط الوجوب إذن دل على الاستقبال وقع في جواب قسم ظاهر لا يوجد فاصل بين الفئل واللعب إجابتك صحيحة ودقيقة شكرا لك يا مصطفى يا سوادي على هذه الإجابة نعود إلى أسئلتنا النص الثاني بسم الله الرحمن الرحيم إما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستأذ بالله ما حكم توكيد الفئل ينزغنك ينزغنك ما حكم توكيدها بالنون هذا الفئل سبق بإن الشرطية المدغمة مع ما زائدة في هذه الحالة حكم توكيد هذا الفئل سيكون هو جوازا السبب لأنه سبق بإن الشرطية المدغمة مع ما زائدة إما إذن التوكيد هو في هذه الجملة هو توكيد جائز وليس واجب نأتي إلى النص الثالث لتفعلنا الخير ما دمت قادرا لتفعلنا هذه اللام مكسورة لاحظ الفرق عزيزي الطالب بين لام التي تقع في جواب القسم وهي لام توكيد تكون لام مفتوحة أما لام التي وردت في هذه الجملة لتفعلنا هذه اللام مكسورة هذه اللام هي لام الأمر تعطينا مفهوم الأمر تدخل على الفئل المضارع وتعطينا مفهوم الطلب الذي هو الأمر والأمر كما تعلم هو نوع من أنواع الطلب حينما يكون الفئل المضارع مسبوق بنوع من أنواع الطلب في هذه الحالة سيكون حكم توكيده بالنون جائزا نستطيع أن نؤكد بالنون ونستطيع أن لا نؤكد بها فالتوكيد هنا لتفعلنا الخير ما دمت قادرا هذا التوكيد جائز من الممكن أن تكون الجملة لتفعل الخير ولا من الأمر هي أداة من أدوات جزم الفئل المضارع فيكون الفئل المضارع مجزوما وليس مبنيا اتصاله بنون التوكيد جعله مبنيا على الفتح ولو طلب منك أن أعراب هذا الفئل تقول أن هذا الفئل هو فئل مضارع مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد يجب أن ننتبه أن نون التوكيد لا محل لها من الأعراب أما نون النسوة إن اتصلت بالفئل وكان الفئل مبنيا على السكون عند اتصاله بنون النسوة. نون النسوة ستكون في محل رفعي فاعل. فنون النسوة لها إعراب في الجملة. أما نون التوكيد فهي تفيد التوكيد. وليس لها موقع إعرابي. الجملة الرابعة. لا تخونن الأمانة. لا تخونن الأمانة. لاحظ عزيزي الطالب. هذا النص سبق سبق بلا الناهية. والنهي هو نوع من أنواع الطلب. في هذه الحالة لا تخونن. هذا الفئل هو مجزوم بلا الناهية. وهذا الفئل يكون في محل جزم. لأنه مبنيا على الفتح. لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. هذا من حيث العراب. من حيث الجواز أو وجوب التوكيد بالنون. هذا الفئل جائز التوكيد بالنون. السبب لأنه مسبوق بطلب. الذي هو النهي. بقيت الأسئلة. عزيزي الطالب. النقطة الخامسة. والله لسوف أسعى إلى الخير. ما حكم توكيد هذا الفئل. الفئل أسعى بنون التوكيد. في هذه الحالة هذا الفئل ممتنع التوكيد. لماذا؟ لوجود فاصل بين اللام وبين الفئل الذي هو حرف التسويف سوف. إذن هذا الفئل ممتنع. لا يجوز توكيد بالنون. سادسا. والله لا أساعد الفقير. لا أساعد الفقير الآن. لا أساعد الفقير الآن. لاحظ أزيزي الطالب. توفرت كل شروط الوجوب. قسم الفئل متصل بالله مباشرة. والفئل مثبت. ولكن شرط فقيد من هذه الشروط. أن هذا الفئل وهو فئل مضارع. دل على الحاضر لوجود القرينة التي هي كلمة الآن. إذن في هذه الحالة فقدنا شرط أساسي. أن الفئل يجب أن يكون دالا على المستقبل. لكي تستكمل هذه الشروط. فإذن هذا الفئل سيكون ممتنئ التوكيد لوجود قرينة تدل على الحاضر. سابعا لعلك تساعدن المحتاج. تساعدن المحتاج. هذا الفئل ما حكم توكيده بالنون التوكيد. هذا الفئل سيكون حكم توكيده بالنون جائزا. السبب لأنه سبق بالترجي. بلعله التي تفيد الترجي. والترجي هو نوع من أنواع الطلب. ألا تساهمنا في إنجاز العمل. هنا الفئل سبق بنوع آخر من أنواع الطلب. وهو العرض. والعرض هو طلب من المقابل. القيام بأمر بأسلوب رقيق ومحبب للسامة. فيعتبر هذا نوع من الطلب هو العرض الذي يقابله التحضيط. الذي يكون نوع من الطلب بقسوة وشدة. هذا الجملة سبق بطلب الذي هو العرض. إذن حكم توكيد. هذا الفئل الأخير عزيزي الطالب. حكم توكيده أنه يكون جائز التوكيد بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة. إجابات الطلبة فيما يتعلق بهذا الأمر. ننتقل إلى إجابة الطالب مصطفى صفاء سوادي. لاحظ عزيزي الطالب إجاباته كانت موفقة. امتناع التوكيد لوجود فاصل بين اللام والفئل المضارع. الامتناع لأن الفئل يدل على الحاضر. أحسنت يا مصطفى. جواز التوكيد لأنه مسبوق بطلب التمني. لعلك عزيزي الطالب لعل من الأدوات التي تفيد الترجي ولا تفيد التمني. هذه النقطة يجب أن تنتبه إليها يا مصطفى. جواز التوكيد أخيرا لأنه مسبوق بأدات من أدوات الأرض. هذا الجواب صحيح. انتبه إلى لعل ليت تفيد التمني. لعل تفيد الترجي. أغلب الأسئلة التي وردت إجابات الطلبة كانت إجابات موفقة في الغالب. عزيزي الطالب نستطيع أن نقول أن مشاركاتكم هذه قدمت لنا الكثير من التسهيلات لإيصال المادة لبقية الطلبة. نتمنى منكم أن تتابعوا الدروس وتحاولوا المشاركة. نشكركم في آخر هذا الدرس. نشكر الطلبة الذين شاركوا. إضافة إلى أننا نشكر أساتذتكم. أساتذة المواد. أساتذة اللغة العربية الذين ساهموا معكم. في إيصال هذه المادة. ونشكر إدارات المدرسة ومديريات التربية التي شاركت معنا في هذا الإنجاز. أعزائنا الطلبة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه. شكرا لكم وشكرا لإصغائكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر